هو لي إي حكاية إنه الزمالك ممكن يشارك في بطولة الدول الأفريقي بدلاً من بيترو أتلتكو؟ في بعض الناس كتبوا الكلام ده مبالح وقالوه لو في عقوبة منتظرة على بيترو أتلتكو ممكن يتم استبعاده من البطولة وممكن الزمالك يخش بدلاً منه هل الكلام ده مصمت؟ طيب يا كريم موقف بيترو أتلتكو لحد دلوقتي لم يحسن بشكل نهائي بنسبة 100% محدش يقدر يجزي من تم الاستبعاد أو هيشاركوا الوضع لكن خلينا نتكلم البديل لو تم الاستبعاد هل ممكن الزمالك؟ هل ممكن الرجاء؟ لأنه برضو تقال في المغرب الرجاء أو ما أعلموا إن الكاف في الجزئية بتاعت الاستبعاد ديت أو الجزئية بتاعت المشاركة في لوائح البطولة مش هيشارك ناديين من بلد واحدة يعني هم مستبعدين تماماً الفكرة دي الناس برضو ربطت قالت لك طب ما الأندية نفسها تبعت وتخاطب الكاف يعني الزمالك يخاطب الكاف أنا عايزة شارك لو تم الاستبعاد بحكم إن أنا من ضمن الأندية المصنفة وجماهيرياً ومن أكثر الأندية المتواجه أصلاً بدور الأبطال ولكن لحد دلوقتي نادي الزمالك لا يفكر على الإطلاق في المشاركة في بطولة السوبرليج خاصة يعني ما عندهش نية أنه يبعت أصلاً عشان يحاول أنه يدخل خاصة إن زمالك عايز يركز على بطولتين بس اللي هم الفدرالية والدوري فبالنسبة للأبطال اللي هو المحلي أزمة أزمة ولسه تتفتح النادي الأهلي لو فعل ما يريده إنه هو لو اتحاد القرى ما أعلنش والنظام والمواعيد والقصة دي النادي الأهلي وارد ينسحب أو يعتذر عن المشاركة في الحالة دي اتحاد القرى مستقر بنسبة 100% إن البديل هو نادي الزمالك ليه؟ لا استنى تقولي لو الأهلي أعتذر عن البطولة ديت فمية في المية اللي هشارك بدلاً منه الزمالك مليون في المية اللي حالة لغة لقاءة الأهلي وابيراميز والسينامية في البطول هو اللي تأكد مشاركة الأهلي وابيراميز وصيروميكا ولسه الفريق الرابع اللي هو مش الزمالك بالزبط تمام؟ آه آه ولكن أنا بقولك أولو لأن النادي الأهلي مشكلته في حاجة النادي الأهلي عايز البطولة دي تبقى مكملة للصوبر يعني السوبر للأخير اللي النادي الأهلي كسبه يعني مش متذكر بصراحة النسخة الكام لو هي سي النسخة التسعتاشر هو عايز البطولة الجاية دي سوبر الأبطال دي يبقى النسخة العشرين يبقى النسخة العشرين ده مش موجود أصلا في البرتوكول اللي تم توقيعه مع مجلس أبوزابي الرياضي البرتوكول بينص إن دي بطولة جديدة والسوبر القديم اللي هو كان من مبارا واحدة اتلغى خلاص وسوبر الأبطال اللي هو أربع فرق ده نسخة جديدة تماما اللي هي النسخة رقم واحد ده اللي أنا عارفه ده كلام سليم ما هو النادي الأهلي ليه عايز النسخة تبقى نسخة مكملة عشان الزمالك يتعاقب ممكن يكون ده جزء بس خلينا لا ده جزء انا متأكد برضو مليون في المليون اه لا لا خلينا نتكلم بشكل اهم انه انا في النهاية كل دول العالم هي عندها السوبر عدد بطولات بدأت السوبر سنة كذا ونظامها الجديد كانت سنة جازة بس هتفضل هي هي البطولة عشان الحقق القابي بقى مع العدد بتاعها كذا يعني في اسبانيا لما خلوه السوبر باربع فرق بقى السوبر هو هو السوبر وكملة القصة قص البعض جوة اتحاد الكرة طالب بدأ وضرب مثل فعلا بالسوبر في الدول الأوروبية ان اه زي الاسباني ان يا جماعة السوبر يبقى مكمل بغض النظر انه تم الاستحلاث نظام او اي ان كان وده اللي عايزه النادي الاهلي فهي برضو خناءة لكن انا بقولك لو النادي الاهلي نظرا بقى لان الخناءة يعني ما اتفقوش نظرا بان النادي الاهلي شاف انه مثلا عنده زحمة في الاجيندا بتاعته لو النادي الاهلي اعتذر عن المشاركة القرار جوة اتحاد الكرة الزمالك هو وفضل للنادي الاهلي أه اللي كان بيقول له هواري قصة الخناءة ده تم الاتفاق عليه خلاص ان شاء الله مباش فيه خلاف ان شاء الله تبلهم ان ده تم الاتفاق عليه خلاص البطولة اللي جايه هي بطولة مكملة لانه اسفة خلتت وهيشارك فيها اربع ايه سبب استبعاد الزمالك إنه الزمالك لم يشترك فعلي عقوبة والأهلي عايز تنفيذ العقوبة دي اللي بتولت السوبر الصيغة القانونية الوحيدة اللي تجنب اتحاد الكورة إنه إما يدخل في أزمة مع الأهلي إما يدخل في أزمة مع الزمالك ما يتم الاتفاق عليه أنها نسخة مكملة فبالتالي عقاب الزمالك هو تلقائي الزمالك لم يشترك في النسخة القادمة سواء بأربعة أو بواحد مجلس أبو ظبي النقطة كان متكلم عليها هو ولي أزمتهم كلها أنها تبقى أبطولة واحدة ما يبقاش عندي اثنين ما يبقاش عندي أربعة ولا تلعبها أربعة أو تلعبها واحد تسموها الصبر القديم تسموها الصبر الجديد مش دي الأزمة لكن ما يبقاش في بطلتين ما يبقاش في بطلت الصبر الأبطال والصبر العادي تبقى أبطولة واحدة فما تم الاتفاق عليه داخل اتحاد الكورة إنه ما يكون المخرج القانوني كالتالي إنه البطولة اللي جاية تبقى أربعة فرق وتبقى مكملة للنسخة السابقة يشترك النادي الأهلي وخدم وفقة النادي الأهلي على اشتراكه على البطولة بالنسخة دي بشكل لهم 4 ونها يكون مكملة والزمالك لن يشترك في هذه النسخة القصة بقى بتاعت انه لو الأهلي ما هو الأهلي من ضمن أسبابه كان قصة الزمالك من ضمن أسبابه عنده أسباب تانية منها الزحمة بتاعة الخريطة بتاعة الموسي لكن من ضمن أسبابه كانت الزمالك فبالتالي بعد التواصل لهذه الصيغة بقى انا ما عملتش مشكلة مع مجلس ابوظابي اللي هو المنظم للبطولة ما عملتش مشكلة مع الاهلي وعاقبتك زي ما اللي اكتوقع اللي عدم اشتراكه فانا عملت الصيغة القانونية الاكرب للصواب فيما يخص اتحاد الكرة فالنسخة اللي جاية هي نسخة مكملة الاهلي هيشترك عبقى فيها اربع فرق فيه تلات فرق حسيمه يتبقى الفريق الرابع لم يحدد حتى هذه اللحظة وزي ما اللي مش يكون موجود في النسخة القادمة طب قول كم خلاص انا كنت ارسالك لحاجة تانية فده ما تم الاتفاق عليه لم يتم ارساله للنادي الاهلي الرسمية لكن ده لنزع فتيل الازمة